السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم قواعد تجويد إذن درسنا وهو أحكام النون الساكن والتنوين كما تعلمون لأحكام النون الساكن والتنوين أربعة أحكام الإظهار الإضغام الإخفاء الإقلاب أو القلب وبالتالي سنبدأ الشرح إن شاء الله بالإضغام إذن قناة على اليوتيوب هي قناة كلما أعرف تجدون فيها جميع دروس قواعد التجويد مشروحة شرحة مبسطة إضافة إلى تلاوات واستخراج أحكام من الصور كذلك موقع على الانترنت كلماعرف.com تجدون فيها جميع دروس قواعد التجويد مكتوبة إضافة إلى موادع أخرى إذن نبدأ بتعريف الإضغام لما أن الدرس حول الإضغام إذن الإضغام لغة إدخال شيء في شيء آخر واصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني إذن جيد نرى هذا في الأمثلة إن شاء الله وتعالى وحروفه يعني حرف إضغام بالنسبة لأحكام نون الساكن والتنوين يرملون يعني جمع العلماء في هذه الكلمة يرملون يرملون يعني نون الساكنة وبالنسبة للتنوين فكما تعلمون التنوين يعني الكلمة في آخر هذه الكلمة لدينا حرف فوقه فتحتان أو تحته كسرتان أو فوقه ضمتان كبثا محمد محمدا محمدين فهذا المقصود بالتنوين إذن جيد الفوارق وهي أولا النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وفي آخرها والتنوين لا يكون إلا في الآخر النون الساكنة تكون في الإسم والفعل والحرف والتنوين لا يكون إلا في آخر الإسم النون الساكنة تكون في الوصل والوقف يعني عندما نصل الكلمة بما بعدها أو عندما نقف على الكلمة والتنوين لا يكون إلا في الوصل كيف هذا؟ إذن عندما نقول مثلا محمد يعني تنتهي بتنوين بالضم محمد أو محمدا أو محمدين لكن عندما نقف على هذه الكلمة فنقول محمد إذن دائما الحرف الأخير نقف عليه بالسكون لكن عند الوصل يعني مثلا محمد الرسول الله إذن في الوصل يعني يكون لدينا التنوين لذلك قلنا التنوين لا يكون إلا في الوصل النون الساكنة تكون في اللفظ والخط والتنوين لا يكون إلا في اللفظ ما معنى هذا؟ النون الساكنة تكون في اللفظ والخط يعني تكون النون مكتوبة وننطقها كذلك يعني في اللفظ ننطقها والخط يعني مكتوبة والتنوين لا يكون إلا في اللفظ يعني التنوين فقط يعني التنوين تكون لدينا فيه نون ساكنة عندما نقول مثلا كما قلت محمد تسمعون أن لدينا في الأخير نون ساكنة تلك النون فهي تلفظ لكن لا تكتب ليس خطا يعني عندما نقول محمد تسمعون أن محمد محمد لكن لا نكتبها بالنون في الآخر نون ساكنة لكن يكون تنوين لذلك قلنا تنوين لا يكون إلا في اللفظ يعني نرفذها فقط سنرى هذا في الأمثلة فقط تابعونا إذن ينقسم الإضغام إلى إضغام بغنى إضغام بغير غنى إذن إضغام بغنى حرفه يومين والإضغام بغير غنى حرفه الرأ واللم إذن أخذنا من كلمة يرمولون أخذنا كلمة يومين يعني أربع حروف لإضغام بغنى وحرفين إضغام بغير غنى إذن جيد فالإضغام بغنى هناك من يكتفي ويقول أن ينقسم الإضغام إلى إضغام بغنى وإضغام بغير غنى لكن أفصل لكم أكثر لكي تعرفوا أن الإضغام بغنى بدوره ينقسم إلى إضغام ناقص بغنى وإضغام كامل بغنى إذن بالنسبة للإضغام ناقص بغنى حرفه الياء والواو يعني أخذنا من كلمة يومينو الياء والواو والإضغام الكامل يعني بغنى حرفه الميم والنون يعني أخذنا من كلمة يومينو حرفين هنا وحرفين هنا إذن بالنسبة لإضغام ناقص بغنى حرفه قلنا الياء والواو إذن تضغم النون الساكنة والتنوين في الياء والواو إضغاما ناقصا بغنى كاملة فهي تضغم ذاتا لا صفة سنقول لماذا هو إضغام ناقص ولماذا هو بغنى كاملة وما معنى ذاتا وما معنى صفة قبل أن أكمل لكم هذا الشرح نعرف ما معنى ذاتا وما معنى صفة إذن ذات الحرف يعني عندما نقول ذاتا يعني ما معنى ذات الحرف ذات الحرف يعني مخرجه يعني من أين يخرج الحرف مثلا حرف النون مخرجه عبارة عن طرف اللسان مع منبث الثنايا العليا يعني من أين يخرج حرف النون فعندما نقول مثلا إن أن قولوا معي مثلا إن أن ولاحظوا عندما تقولون أين يقع طرف لسانكم يعني مقدمة اللسان يعني رأس اللسان أين يقع يعني أين تقومون بوضعه فذلك هو مخرج حرف النون وصفة النون هي الغنى إذن الحرف له الذات وله الصفة كما قلنا حرف النون ذات الحرف يعني مخرجه وقلنا من أين يخرج مثلا حرف النون وصفة النون هي الغنى عندما نقول هذا الصوت يسمى الغنى ويخرج من الخيشوم والخيشوم هو التجويف الخلفي أو التجويف الداخلي للأنف أريكم هذا الرسم التوضيحي فمثلا هنا لدينا هذا التجويف الأنفي هنا هنا مخرج الغنى ده والأنف يعني هنا تخرج الغنى من هنا إذا قمت بإخراج النفس وقمت بإطباق شفتيك وأخرجت النفس من هنا مثلا أخرج النفس ليس من الفم لكن يخرج من هنا وهذا يسمى الخيشوم وهو تجويف الأنفي إذن جيد نعود قلنا أن الإدغام ينقسم إلى إدغام بغنى وإدغام بغير غنى الإدغام بغنى حرفه يومينو يعني الياء الواو المي من نون ينقسم بدوره إلى إدغام ناقص بغنى وإدغام كامل بغنى الإدغام ناقص بغنى حرفه الياء والواو أخذنا الياء والواو بقيت الميم والنون للحرف كامل للإدغام الكامل بغنى إدغام ناقص بغنى تدغم النون الساكنة والتنوين ونرى هذا في الأمثلة إن شاء الله وتعالى في الياء والواو إدغاما ناقصا بغنى كاملة فهي تدغم ذاتا لا صفة كما قلت لكم نشرح الآن عندما نمر للأمثلة لنا شرح أكثر ولنا عودة لهذه هنا التعريفات إدغام كامل بغنى حرفه الميم والنون تدغم النون الساكنة والتنوين في الميم والنون إدغاما كاملا تاما بغنى أكمل ما تكون فهي تدغم ذاتا وصفة أما إدغام بغير غنى حرفه كما قلنا الراء واللام ويكون إدغاما كاملا أي تدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء إدغاما كاملا بدون غنى فهي تدغم ذاتا وصفة بحيث يسقط الحرف المدغام تماما فلا يبقى له أثر في اللفظ إذن أنبه تنبيه مهم جدا كما قلت لكم بالنسبة للذين دارسوا أن هناك إدغام بغنى وإدغام بغير غنى فانتبهوا جيدا لهذا التقسيم الذي قمت به هنا لأنني عندما أقول إدغام كامل بغنى فهناك من يختلط عليه الأمر ويعني يظن أنني أتكلم على الإدغام كما قلت لكم هنا إدغام كامل بدون غنى فهذا إدغام كامل بغنى أما هنا إدغام كامل بدون غنى إذن جيد ونرى هذا كما قلت في الأمثلة عندما نمر للأمثلة يعني الآن إذن نبدأ بإدغام كامل بغير غنى إذن ماذا قلنا عن الإدغام الكامل بغير غنى الإدغام الكامل بغير غنى هنا قلنا عليه حرفه الرأ واللم يعني تكون نون ساكنة أو تنوين وبعده حرف الرأ أو حرف اللام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولكي تجدوا جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهروا لكم جميع الدروس مرتبة إذن في الأمثلة التالية لدينا كلمة تنتهي بنون ساكنة بالنسبة للإدغام كامل بغير غنى فتكون النون ساكنة لكن السكون لم يرسم فوقها يعني النون معرّت من الشكل وكلمة التي بعدها تبدأ بحرف الرأ أو بحرف اللام أما في التنوين يكون تنوين سواء بالفتح أو الضم أو الكسر والتنوين من طبعاً يكون في آخر الكلمة فعندما نصل تلك الكلمة بما بعدها وتكون الكلمة التي بعدها تبدأ بحرف اللام أو حرف الرأ فيكون لدينا إدغام كامل بغير غنى إذن في هذه الأمثلة التي أعطيت هنا أمثلة مع النون ساكنة يعني النون ساكنة كما قلنا تكون مرسومة من رزقي فهذه الكلمة مثلاً كلوا واشربوا هنا فنقول من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله يعني النون ساكنة بعدها حرف الرأ إذن يكون إدغام كامل بغير غنى من رزقي من رزقي من الميم ننتقل للرأ إذن أين النون ماذا قلنا في التعريف بالنسبة للإدغام بغير غنى قلنا ويكون إدغاماً كاملاً أي تدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والرأ إدغاماً كاملاً بدون غنى إذن عندما قلنا قلنا من رزقي من رزقي فهو إدغام كامل بدون غنى لم تسمعوا الغنى من رزقي من رزقي لم نقول من رزقي قلنا من رزقي إذن فهي تدغم ذاتاً وصفة يعني النون أدغمت في الحرف الذي بعدها ذاتاً وصفة بحيث يسقط الحرف المدغم تماماً فلا يبقى له أثر في اللفظ إذن عندما قلنا من رزقي من رزقي فالنون أدغمت ذاتاً وصفة في حرف الرأ فلم يبقى للنون أثر في اللفظ من رزقي هنا فإن لم فإن لم إذن النون مع اللام أدغمت النون إدغاماً يعني كاملاً فلن يبقى لها أثر في اللفظ فإن لم إذن من الهمزة المكسورة إلى اللام فإن لم أما بالنسبة لأمثلة مع التنوين كمثل لدينا هنا هدى للمتقين إذن عندما نقرأها فإذا وقفنا على كلمة هدى نقرأها هدى هدى لكن مع التنوين لأننا نقلنا التنوين يكون في الوصل فعندما نصل هذه الكلمة بما بعدها فيكون لدينا التنوين بعدها وحرف اللام إذن لدينا حكم الأحكام النون ساكنة والتنوين وهو حكم الإدغام وأي إدغام فهو إدغام كامل بغير غنى إذن سنقول هدى للمتقين هدى للمتقين كأن لدينا هنا فقط حرف الدال فوقه فتحة ومباشرة نمر لحرف اللام من طبيعة الحال يكون حرف اللام أو حرف الراء سواء هنا أو هنا يكون مشدد يعني لأننا لدينا إدغام هدى للمتقين لا نقول هدى للمتقين هدى للمتقين هنا كذلك عيشة الرادية عيشة الرادية كأن تحته كسرة واحدة ثم نمر للراء عيشة الراء عيشة الرادية إذن أين النون التي في التنوين هنا قلنا هدى للمتقين لم نقول هدى للمتقين لم تسمعون النون بل هدى للمتقين إذن فهنا إدغام كامل بغير غنى هدى للمتقين ليس لدينا غنى لن نقول هدى للمتقين هدى للمتقين عيشة الرادية مصدق لما تنوين بعده حرف اللام مصدق لما كأن الذين القواف فوقه فقط ضم واحدة ثم نمر للام مصدق لما لا نقول مصدق لما النون قلنا التي في التنوين تضغم تلك النون قلنا فهي تلفظ ولا تكتب ليس لدينا هنا نون ساكنة مصدق ليس لدينا قواف فوقه ضم ثم نون ساكنة مصدق لا مصدق يعني تنوين بعده حرف اللام مصدق لما مصدق ل قل من القاف إلى اللام كأن القاف فقط مضموم ضم واحدة ثم اللام مصدق لما فهذا هو إدغام كامل بغير غنة فعندما تكون نون ساكنة بعده حرف اللام أو حرف الرأى كمثلا هنا أو تنوين بعده حرف اللام أو حرف الرأى كمثلا هنا فهذا يسمى إدغام كامل بغير غنة وتقرأ كما قرأت يطبق هذا بالنسبة لرواية وارش بالنسبة لرواية حفص يعني فحكم نون ساكنة وتنوين يعني لروايتين مهن بالنسبة للذي يقرأ بوش أو الذي يقرأ مثلا بحفص نمر لإدغام كامل بغنة إذن قلنا إدغام كامل بغير غنة الآن إدغام كامل لكن هذا الإدغام كامل فهو بغنة إذن نفس الشيء نبدأ بأمثلة مع النون ساكنة ثم أمثلة مع التنوين ماذا قلنا عن الإدغام الكامل بغنة نعود قلنا الإدغام بغنة فيه الإدغام الكامل بغنة وحروفه الميم والنون قلنا عنه تدغم النون الساكنة والتنوين في الميم والنون إدغاما كاملا تاما بغنة أكمل ما تكون فهي تدغم ذاتا وصفة إذن هنا مثلا أمثلة مع النون الساكنة فتكون نون ساكنة معرّة من الشكل يعني السكون غير مرسوم فوقها والكلمة التي بعدها تبدأ بحرف الميم أو حرف النون كمثلا هنا من نعمة نون ساكنة بعدها كلمة تبدأ بحرف النون إذن تدغم النون في النون هناك من يسميه إدغام متماثل لأن النون مع النون وهناك من أدخل النون كذلك يعني في في الإدغام بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين أدخلوا النون كذلك في حروف يرمولون يعني معهم حرف النون كذلك يعني تكون النون ساكنة أو تنوين وبعده حرف الميم أو حرف النون كمثلا قلنا هنا من نعمة فهكذا تقرأ من نعمة من محيص إذن هذه النون التي هنا ماذا قلنا عنها قلنا تدغم النون الساكنة والتنون في الميم والنون إدغاما كاملا تاما بغنة أكمل ما تكون قلنا فهي تدغم ذاتا وصفة إذن يعني لا تسمعون حرف النون ولا تسمعون غنة النون يعني تدغم ذاتا وصفة يعني لن تبقى النون هنا في النطق بالنسبة للإدغام كامل بغنة يعني أدغمت النون بالكامل فقلنا يعني أدغمت ذاتا وصفة لذلك قلنا إدغاما كاملا هنا النون التي تسمعون فهي النون الثانية من نعمة والغنة تكون بمقدار حركتين حركتين نقوم بعدها مثلا بالأصابع مثلا واحد اثنان من نعمة كذلك هنا من الميم إلى الميم هنا النون أدغمت كذلك من ما نعمة من ما حيص من ما حيص من ما مثله أنَّه طوميسا يعني النون ساكنة بعدها كلمة تبدأ بحرف النون أو حرف الميم فهو إدغام كامل بغنة مثلا أمثلا مع التنوين لدينا مالكا تنتهي بتنوين بالفتح بدا كلمة نو قاتل تبدأ بحرف النون إذن نقرأها ملكا نقاتل ملكا نقاتل لا نقول ملكا نقاتل بل ملكا نقاتل والغنى بمقضاء الحركتين هنا التنوين بدأ حرف الميم يعني لدينا إضغام كامل بغنى حبل ممسد وهنا نفس الشيء هنا نون ساكنة بدأ حرف الميم يعني إضغام كامل بغنى حبل ممسد هنا التنوين بدأ حرف الميم هنا نون ساكنة بدأ حرف الميم النون ساكنة تطرقنا لا هنا إذن في هذا المثال لدينا تنوين بعد حرف الميم والنون ساكنة بدأ حرف الميم يعني نفس الشيء فهنا إضغام كامل بغنى وهنا إضغام كامل بغنى وهنا أو كصيب لدينا التنويل بعده حرف الميم أو كصيب من السماء أو كصيب من يعني إضغام كامل بغنة هنا نفس الشيء تنويل بعده حرف النون إضغام كامل بغنة لا نقول يومئذ ناعمة هذا فيما يخص إضغام كامل بغنة نمر الآن لإضغام ناقص بغنة إضغام ناقص بغنة ماذا قلنا؟ إضغام ناقص بغنة قلنا حرفه الياء والواو تضغم النون الساكنة والتنوين في الياء والواو إضغاما ناقصا بغنة كاملة إذن فهي تضغم ذاتا لا صفة يعني صفة النون تبقى لكن مخرج النون لم يبقى إذن وتكون النون يعني غير معرّة من الشكل يعني تكون النون مرسوم فوقها السكون وبعدها حرف الياء أو حرف الواو مثلا هنا من يعمل نون ساكنة بعد حرف الياء يكون حرف الياء مشدد أو حرف الواو مشدد عندما تكون يعني قبله نون ساكنة مرسومة هكذا نون ساكنة وفوقها السكون إذن هنا نقرأها مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الميم. مباشرة الى حرف الياء. ما. لكن بقيت غنة النون. لم نقول مي مي يعمل. لا. قلنا مي لكن معها في نفس الوقت تخرج غنة يعني والتي هي صفة النون. لان صفة النون بقيت. قلنا تضغم ذاتا لا صفة ذاتا يعني مخرج النون. لم نخرج النون من مخرجها لكن بقيت غنة النون. اذا من يعمل ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعمل. لا تتغلي على الغنى. يعني لا نقول من يعمل. بل خمسون في المئة للغنى وخمسون في المئة ليا. فنقول من يعمل? من يعمل? والغنى بمقدار حركتين. يعني لا نطيل ولا نقزل. يعني من يعمل? هنا نفس الشيء. النون ساكنة بدأ حرف الواو. من ولي? من ولي? فنفس نفس الكلام الذي قلته هنا. لا تتغى الغنى هنا على حرف الواو ولا الواو على الغنى. لا نقول مثلا هنا ميوالي. تسمع هنا الواو. ولا نقول ميوالي. يعني غنى اكثر. بل ميوالي. يعني غنى وحرف الواو. يخرج عن معاني ينتهي عن معاني. هنا تنوين بعدها وحرف الواو. يعني سنرى التنوين هنا. لكن في هذا المثال لدينا نون ساكنة بدأ حرف الواو. والتنوين كذلك بدأوا حرف الواو. نفس الشيء يعني ادغام ناقص بغنى. من ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. لا نقول من ولي ولا نصير. فالنون لا تلفظ هنا. والنون التي في التنوين عندما نقول ولي ان هذه النون لا تلفظ كذلك. من ولي ولا نصير. نمر لامثلة مع التنوين وهو تنوين بعدها حرف اليا او حرف الواو. كمثلا خيرا ياره. وتلاحظون في التنوين. فحرف اليا او حرف الواو غير مشدد اكس هنا في الاضغام الناقص بغنى. بالنسبة للنون الساكنة التي بعدها حرف اليا او النون الساكنة التي بعدها حرف الواو. اما التنوين فاليا والواو غير مشددين اكس هنا. اذا خيرا ياره خيرا ياره. ونفس الكلام الذي قلنا هنا عن الغنى والحرف الذي بعدها يخرج لمعاني ينتهي لمعاني. يومئذ واهيه. يومئذ واهيه. والغنى بمقدار حركة. لا نقول يومئذ واهيه ولا نقول خيرا ياره. خيرا ياره. يومئذ واهيه. اذا لدينا ملاحظة. هذه الملاحظة تقول يجب اظهار النون الساكنة عند اليا او والواو. اذا اجتمع في كلمة واحدة. وهي في اربع كلمات في القرآن الكريم. هذه الكلمات هي قنوان صنوان بنيان دنيا. اذا نون ساكنة بعد حرف الواو. نون ساكن بعد حرف اليا اذا في هذه الكلمات ليس لدينا الاضغام بل لدينا الاضهار. قنوان صنوان بنيان دنيا. اذا ادعوكم لزيارة القناة على اليوتيوب والتي تشاهدون من خلال هذا الدرس قناة كل ما أعرف تجدون في جميع دروس قواعد التجويد كلما أعرف بوان كوم هو الموقع على الأنترنت تجدون في جميع دروس قواعد التجويد مكتوبة ألقاكم إن شاء الله في حصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته